ويؤكد خبراء سياسيون أن زيارة نجرفان بارزاني إلى طهران لها أهمية كبيرة خاصة بما يتعلق بالجانب الأملي الذي يشهد توترات واحدات كبيرة وأهمية تعزيز العلاقات بين العراق وإيران وأقليم كردستان على أساس حسن الجوار والمصالح المشتركة هناك ملفات كثيرة من الممكن يتباحثها السيد الرئيس الأقليم إيران دولة مهمة في المنطقة على الأقل إقليميا أعتقد أنه أهم الملفات كما هو معلن الملف الأمني بين أقليم كردستان وجمهورية الإسلامية الإيرانية وأيضا ملف دور إيران في العراق وقد يكون إلى حد ما الضغط على بعض الأطراف في أقليم كردستان وفي العراق من أجل حماية مصالح أقليم كردستان لأنه دور الرجل في النهاية هو رئيس أقليم كردستان نتمنى أن يأتي كما هو عودنا أن يأتي بنتائج إيجابية تصب في مصلحة العملية الديمقراطية في أقليم كردستان والعراق ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر